السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله حديثنا اليوم ايوى الاحباب الكرام نقتطف نزهة من رياض النبوة ومن احاديث سيد البرية صلى الله عليه وسلم نتحدث عن الخوف من الفقر الخوف من الفقر هو مرض قد يصيب الكثير من الناس خصوصا في عصرنا هذا وفي مجتمعنا هذا نحن في عصر كتر فيه التصابق نحو التملك وفي مجتمع كتر فيه الاستهلاك والكثير منا يخاف الفقر هذا الخوف ليس غريبا بل هو اصيل في كل نفس بشرية وقع حتى في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كان بعض الصحابة يخافون من الفقر مما يرويه الصحبي الجليل ابو الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال صلى الله عليه وسلم قال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احد منكم ازاغة الا هي وَأَيْمُ اللَّهُ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ على البيضاء ليلها كنغارها سواء هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابو الدرداء من هو ابو الدرداء صحابي جليل من اهل الانصار اسلم في اخر عهد الانصار ربما يقال هو اخر من اسلم كان متعنتا وكان يعبد الاصنام وكان يحب المال يحبه حبا جما وحينما اسلم كانت مشكلته انه يريد من الاسلام ان يضمن له المال فاذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين يرشده ويبين له بعض الامور فاذا بابو الدرداء صار ابعد الناس على طلب المال انظروا الى النبي المربي النبي المرشد كان صلى الله عليه وسلم يقتلع النزعة الفطرية الغير السوية من نفس البشر ابو الدرداء صاحب الاصنام الذي كان يحب المال وكانت عنده تجارة واسعة وكان يرغب في الحصول على الخير من اي وجه كان سوف يتغير تغيرا جدريا وسوف يصير من اكثر الناس بحتا عن الحسنات لما اسلم ابو الدرداء صار يقوم الليل وصار يصوم النهار وصار يختم القرآن مرات متعددة حتى قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تفعل كان يبعت له سلمان الفارسي يعلمه ويرشده يقول يا سلمان ادب عند ابي الدرداء انه حديث عهد بالاسلام لعله يريد ان يدخل في الاسلام بقوة قل له يتريت فكان سلمان يقول له ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا سيدنا ابو الدرداء سيتحول من رجل كان في الجاهلية له شره في جمع المال والتروه الى انسان سوف يصير كثيرا مهتما بالقرآن فسرى هو من بين الاربع الاكتر حفظا للقرآن حتى انه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الفتحات الاسلامية وبعض الصحابة كان يبحث عن عن مسؤوليات ان يكون عامل على اقليم كذا او يكون واليا على اقليم كذا ابو الدرداء رفض كل المناصب وطلب من سيدنا ابي بكر الصديق ان يبعته معلما قال انا لا اريد ان اكون عاملا على اقليم كذا او واليا على اقليم كذا بل اريد ان اكون معلما ابعتني معلما فكان يبعته الى الامصار ويبعته الى الاقليم ليعلم الناس القرآن فكان حافظا مثقنا للقرآن وكان حكيما اذا قرأ القرآن كان يقول حكم الحلقة الواحدة من حلق ابي الدرداء كانت تتجاوز الف نفر الفا من الرجال والنساء يقرئهم القرآن وصار على ذلك سنين طويلة حتى في اخر عمره قال له يا ابي الدرداء انت حامل لكتاب الله وانت حكيم لمن تصير قاضيا تقضي بين الناس في النزاعات قال اقضي ولكن لا ااخد المال فكان يعمل ويتخوف من المال من الذي غيره هذا الرجل الذي كان في الجاهلية كان يعبد الاصنام ويبيع الاصنام وكان عنده شره لجمع المال يخاف الفقر وكان يدخر كثيرا عنده مدخرات ايام زمن لم تقل هناك ابنك وانما كان كل ما جمع سرة من المال او جرة مليئة من المال كان يحفر لها حفرة في منطقة بعيدة عن الانظار ويخفيها ويحتجزها وكأنه يدخر ابو الدرداء صار لا يدخر صار لا يملك سوى توبه الذي على ظهره ولقمته التي يعيش بها وكل عمره في تلوة القرآن حتى انه كان يقول يا رب لا تقبض روحي الا بعد عمر طويل فقال له يا ابو الدرداء هل تحب الدنيا قال لا ولكن اريد ان اعلم الناس القرآن اطلب من الله تعالى ان يطيل العمر حتى يعلم الناس القرآن اي جيل هذا جيل قرآني فريد رباه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي بين اظهرنا ايها الاحباب الكرام ابو الدرداء يحكي انه كان مع الصحابة في المسجد وكانوا يقولون بان الدين فيه عبادة فيه صلوات خمس في نوافل في قيام ليل في تلوة قرآن في تفقوا في الدين وقت طويل نقله في العبادة وكنا من قبل قبل الاسلام نقله في الاسواق وفي جمع المال لعلنا اذا بقينا على هذا الحال سوف نصاب بالفقر واذا افتقرنا سوف نمد ايدينا طلبا للصدقة قال كنا نذكر الفقر ونتخوفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دخل فسمع محادثة بين الصحابة نظر اليهم فتبسم وقال اه الفقر تخافون اه الفقر تخافون استفهمهم لا تخافون الفقر ثم اقسم باليمين المغلض والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا اقسم النبي الكريم ان الدنيا سوف تأتيكم وفعلا سبحانك يا جليل ما ينطق عن الهوى انهو الا وحي يوحى اللحظة التي قال فيها النبي الكريم وهذا الكلام معظم الصحابة كانوا فقراء وكان لا يأكلوا احدهم في بيته الا الاسودين الزبيب والتمر او الماء لا يقض في دارهم نار ليس هناك طبخ فقراء لكن النبي الكريم اقسم والذي نفس بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا وهذا ما وقع بعد الفتوحات الاسلامية من كان يظن من كان يظن ان المسلمين اللي كانوا فئة فقيرة وصغيرة بعد الفتوحات سيضعون قدما في الصين وقدما في الاندلس اعظم نقل بشري في تاريخ الوجود هي النقل التي انتقلها المسلمون الاوائل الصحابة والتابعين بفضل الفتوحات الاسلامية في ضرف تمانين سنة تمانين سنة تغير كل شي كانوا مضطهدين وكانوا فقراء في بيئة جغرافية محدودة صحراوية قاحلة بعد التمانين سنة صارت امة عظيمة وهذه الامة وضعت قدمها في الصين والقدم الثانية في الاندلس بعد الفتوحات الاسلامية فصب الله عليهم الاموال صبا فكانوا يقولون صدق رسول الله صدق رسول الله في حديث اخر كان النبي الكريم يقول والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ثم تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهواء هو الا وحي يوحى اخبرهم ببشارة بان الفقر سوف نودعه لماذا لان كلما كان هناك القرآن كان معه الغنى هذه قاعدة غير قابلة للتغيير كلما كان القرآن كان معه الغنى ربنا عز وجل ماذا يقول اقرأ باسمك ربك باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم اقرأ وربك الاكرم اقرأ وربك الاكرم وانت تقرأ القرآن ما الذي يقع تفتح لك خزائن السماوات الخير والمال والرزق كله عند الله كثير كثير وإن من شيء إلا عندنا خزائنه هذه الخزائن عندها مفاتيح وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وهذه المفاتيح تفتح من تلقاء نفسها على قدر ما قرأ العبد القرآن قرأه بصدق وقرأه بيقين تفتح له أبواب السماء اقرأ وربك الاكرم وفي أي أخر مدى قال ربنا عز وجل وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم حتى إن قيل بأن صاحب القرآن له رزقين أو رزقان رزقه ورزق قرآنه وكلما قرأ القرآن واستمع إليه الناس رزق الله الجميع فضلا من الله وإكرم هذا الذي وقع لقد صبت الدنيا على الناس صبا حتى قال بعضهم كان الرجل يلبس لبسا واحدا ولا يكاد يجد غيار فكان يقوم على غسله وتصمينه وينتظر حتى يجف ويلبسه لكن لما صبت الدنيا على المسلمين سر الرجل يروح في حلة ويعود في أخرى في الصباح يسير بلباس في المساء يغير اللباس خير كثير وكان الرجل يأكل الطعام ولا يجده ثلاثة أيام لكن لما فتحت الدنيا سن الرجل توضع بين يديه صحفة وترفع أخرى طعام كثير أنواع من الأطعمة والأشربة فالنبي الكريم كان يقول والله لتصبن عليكم الدنيا صبا الخير سوف يأتي هل دري وقع من يقول مثلا الدول العربية الآن هي أغنى دول العالم الدول الخليجية أغنى دول العالم الخير الذي أعطاه الله تعالى للأمة الإسلامية أكثر من كل خير في البقاع العالم برمتها لكن مشكلتنا هو سوء التصرف وسوء التدبير ثم قال حينما تصب عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم منه إلا هي المشكلة هو أن القلوب سوف تزيغ بعد أن يغتني الإنسان ويمتلئ بطه بالمال وبالخيرات سوف يزيغ تزيغ القلوب لأن القلوب أحيانا إذا جاءها المال وجاءها الغنى وجاءت التروة قد يدخل إليها الطغيان والكبرياء ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى الإنسان حينما يستغنى بالمال ويستغنى بالجاه يطغى فالناس كانوا يتخوفون من المال ومن الغنى قالوا أولا قد يؤدي إلى الكبرياء والعجب بالنفس وقد يؤدي إلى الافتخار على الخلق وقد يمنع صاحبه زكاته لا يؤدي زكاته ولا صدقاته وقد يقطع رحمه يقول العائلة الفقيرة لنبقوا معايا دائما آرى 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 فيقطع الرحم وقد 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 يفتنه المال عن العبادة والطاعة والإيمان وتفكر القبر والدار لآخرة في حين أن الفقر ربما قد يجعل صاحبه دائما ممكسرا دائما ضعيفا يقول يا رب أكرمني يا رب جد علي وينتظر رحمة الله الواسعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في ختم الحديث وأيم الله لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها سواء يعني قبل أن أودع أيها الناس فإني قد بلغت لكم جميع أحكام الدين هذا الحديث ذكره النبي الكريم في آخر عمره وكأنه يوسي الصحابة بأنه في المستقبل لا تبحثوا عن تعاليم أو عن إرشادات أو عن أفكار أو موجهين من خارج المنظومة الإسلامية فكل ما تحتاجون إليه ذكره ربنا عز وجل في كتاب العزيز وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة ونزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ليس من الفقر الفقر حاله سهل مرة جاء عند أبي در الغفاري وأبو در الغفاري أيضا من الصحابة الأوائل خامس من أسلم وكان يحب المال قبل إسلامه وكان يخشى الفقر فسأله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا أبا در ما هو أتحسب أن قلة المال هو الفقر قال أي نعم قال أتحسب أن كترة المال هو الغنى قال أي نعم قال بل الفقر فقر القلب والغنى غنى القلب كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم المتداولة بين الناس ليس دائما الفقر هو فقر المال قد يكون الإنسان فقير في ماله لكنه غنيا في قلبه راض وقنوع ومحتسب لله تعالى ولا ينظر إلى لقمة الآخرين يقول هذا نصيب من الدنيا الله يجعل باركة سأعمل سأجهد سأبدل كل ما في وسعي لكن اللي حصلت عليه ذاك هو نصيب من الحياة الدنيا هذا القنوع الراضي الفقر بالنسب إليه ليس مهم بل هو غني القلب وقد يكون الأمر عكسيا قد يكون الرجل غنيا بالأموال عنده أموال طائلة لكنه فقير القلب دائما يقول أنا لست لست ذلك الرجل الذي ينبغي أن يكون أنا لازلت فقير أنا يبخس حقه وينظر إلى ما في أيدي الناس ويتطلع إلى المزيد ودائما يشكي أمره بأن هناك ضرائب وهناك خسارة وهناك نفقات ودائما يبكي فالغناء الحقيقي هو غناء القلب والفقر الحقيقي هو فقر القلب ربنا سبحانه وتعالى سوف يعطي واحد البشارة أن الفقراء سوف يسبقون الأغنياء إلى الجنة الجنة هو يوم واحد سوف يدخل في إليه الناس أباب الجنة لكن الله تعالى سوف سوف يقدم الفقراء أولا بكم سوف يسبقون الأغنياء بخمسمائة سنة خمسمائة سنة يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا جعل أغنياء الصحابة يقول يا رسول الله وهل نصير فقراء قال لا بل إن الله تعالى يحب من الرجل الذي يعمل ويتكسب ويجمع المال لكن لا يجعل المال في قلبه يجعل المال في يده أما قلبه فهو صعف خال لله سبحانه وتعالى ومن ثم كان سيدنا ابن عمر رضي الله عنه يحب أن يكون من فقراء الله الفقراء إلى الله هم الأغنياء هناك فئة تسمى الفقراء إلى الله هم أغنياء من كبار الأغنياء الأثرية لكن أموالهم في أيديهم لست في قلوبهم فيسمون أنفسهم فقراء إلى الله تحسما أنهم يكونون مع الفئة الناجية ممن سوف يسبقون الأغنياء الأترياء بخمسمائة سنة إلى الجنة سيدنا عمر ابن الخطاب كان يقول والله الفقر والغنى مطيتان لا أعبأ أيهم أركب أن أكون فقير أو أن أكون غني لا يهم هم مطيتان في المحط ملاي وخالقي ورازقي أنا راض لا أدري ولا أحتسب أيهم أركب اكتم لي الله تعالى الفقر فالحمد لله أعطاني الله تعالى الغنى فلله الحمد فهم مجرد مطيتان ما يهم هو التقوى في القلوب والصلاح في النفوس لكن ما نلاحظ هو أن الإنسان بطبعه يحب المال حبا جمى والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا قال لو كان لابن آدم واد من دهب لابتغى إليه واديا وإذا كان له واديان من دهب لابتغى إليه ما ثلاث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب الإنسان بطبعه يحب المال حبا جمى يجمع 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 ولكن في الختام لما يخرج من الدنيا يخرج عاري الجسد حفي القدمين هل رأيتم ميتا من أمواتنا من الأحباب والأقارب الذين دفناهم هل رأيتم أحدا منهم أخذ معه في قبره مالا أو رصيدا بنكيا أو سيارة أو بيتا أو بقع أرضية أبدا وإنما الدنيا ندخل إليها حفاة عورة نخرج منها حفاة عورة العملة المتداولة في الدار الأخيرة ليس هي الدرغم ولا الدنار ولا الدرار ولا الأورو ولا أي عملة أخرى العملة الوحيدة هي الحسنات هي الصالحات هذا ما كان يفعله أبو أبو الدرداء رضي الله عنه راوي الحديث منذ أن سمع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الفقر تخافون من ذلك اليوم لم يعد يخشى الفقر وإنما يعيش بالقليل حتى يأتي الله الكثير وفتح الله تعالى عليهم المال والدنيا ولكن لم تغرهم هذا هو جيل الصحابة الجيل القرآني الفريد نحن في أمس الحاجة أن نتخذهم أسوة وقدوة ففي حياتنا لا بأس أن الإنسان يعمل ويشتهد لجمع المال فإن وصل فهنيئا له لكنه نجعل المال في يده لا في قلبه ولا ينسى أن يعطي منه زكاته وأن يعطي صدقاته وأن يصل رحمه وأن لا يتكبر على خلق الله أما إذا كان فقيرا فليحمد الله وليشكره مادم أنه يبدو للمجهود وربنا قد حدد له رزقه فلع له القناعة وله الرضا حتى يأتي الله بأمره فإن بقي هكذا فقيرا فطوبى له سيكون من السابقين إلى الجنة بخمسمائة سنة والله هو الغني وسبحانه وتعالى يتنزه في ملكه فاللهم يا رب يا كريم اغننا بفضلك عن من سواك اغننا بحلالك عن حرامك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بالله من الفقر ومن الذلة وكان يقول اللهم إني أعود بك من الفضيحتين من الفقر والدين من كان فقير أو كان مدين فليقول اللهم إني أعود بك من الفضيحتين من الفقر والدين وليقول كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعود بك من الفقر ومن القلة ومن الذلة وإذا أراد أن يبسط الله له المال فما عليه إلا بالحدث مأثور وليقول اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه وإن كان رزقنا قليلا فكثره وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه اللهم يا رب يا كريم واصرف عنا الحرام واجنب لنا الحلال وارضعنا وردنا بما رزقتنا قولوا جميعا آمين آمين يا رب العالمين